دايماً العميل لما بيفكر يعمل شهادة إدخارية سواء كانت الشهادة دي مدتها سنة أو اثنين أو ثلاثة دايماً بتكون أول حاجة بيبص عليها هي سعر الفايدة اللي على الشهادة لأن العميل هنا بيكون عاوز أعلى سعر موجود في السوق علشان يدر يحق أكبر أرباح من العائد اللي على الشهادة وده عامل منافسة كبيرة جداً بين البنوك على توفير أعلى عائد على الشهادات اللي بتطرحها لتلبيت الاحتياجات الاستثمارية للعملة طيب إزاي تشتري شهادة إدخار سلسية بأعلى عائد فائدة في البنوك المصرية؟ تعالوا نعرف التفاصيل مع بعض بنك ناصر الاجتماعي يختار أنه يكون المتصدر في الجهاز المصرفي في طرح شهادات إدخار زيتها أجل ثلاث سنين بأعلى سعر فايدة مقررة على مستوى البنوك البنك هدفه من النوع ده من الشهادة هو تمكين العملة من الحصول على عائد مجزي على مدخراتهم يعني بنك ناصر الاجتماعي بيقدم هنا خدمة للعملة أنه بيساعدهم على وجود منتج بنك بيقدم أعلى سعر فايدة موجود في السوق المصري ودي حاجة كويسة جدا للناس اللي عاوزة تعمل شهادة إدخارية وتستفيد بالعائد اللي بينزلوا عليها قرار بنك ناصر الاجتماعي بتقديم أعلى عائد على الشهادات جه بعد قرار البنك الأهل المصري وبنك مصر بشكل مفاجئ بإقاف شهادة الادخار 18% سنوياً زيتها أجل عام واحد وبصرف العائد شهرياً بعد طرحها 71 يوم فقط طيب إيه تفاصيل شراء شهادة ادخار في بنك ناصر الاجتماعي بأعلى سعر فايدة على مستوى الجهاز المصرفي أول حاجة الشهادة اللي طرحها بنك ناصر الاجتماعي هي شهادة سلسية للعائد السابت يعني مدة الشهادة 3 سنين والفايدة في البنك محددها أو البنك كمان محدد الفايدة عليها فايدة سابتة سعر العائد على النوع ده من الشهادات بيكون 15% بيتم صرف العائد بالنسبة دي بشكل سنوي أو 14.4% لصرف العائد بشكل ربع سنوي أو 14% لو العميل عاوز يصرف العائد بشكل شهري الشهادة هنا العميل يقدر يبدأ يشتريها بداية من 1000 جنيه يعني الحد الأدنى لعمل الشهادة دي هو 1000 جنيه مع حرية إنه لو عاوز يشتري شهادة بأكتر من كده فده متاح برضو في بنك ناصر الاجتماعي علشان تقدر تعمل الشهادة دي لازم يكون سنك أكتر من 16 سنة الحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 1000 جنيه ومدة الشهادة 3 سنين أما عن كسر الشهادة فلا يجوز كسر الشهادة قبل مرور 6 شهور على شرقها وبعد خصم غرامة من العائد اللي بيحصل عليها العميل لكسرها قبل انتهاء أجلها من المميزات اللي بيقدمها بنك ناصر الاجتماعي من النوع ده من الشهادات هو إن العميل يقدر إن هو يقدر إن هو يقترض من البنك بضمان الشهادة ودي ميزة حلوة قوي هتخليك محافظة على فلوسك اللي عامل بها الشهادة وفي نفس الوقت تاخد قرد بضمان الشهادة يبقى أنت كده عملت حاجتين عملت شهادة استثمارية مميزة بعائد عالي وفي نفس الوقت وفرت لنفسك سيولة في إيدك تعمل بها اللي انت عاوزه الأوراق المطلوبة لعمل الشهادة السلسية من بنك ناصر الاجتماعي هي صورة بطاة الرقم القومي للعميل طلب فتح حساب توفير في البنك الإيداع العائد الدوري بشكل منتظم إيداع أصل الشهادة في وقت استردادها يعني هنا البنك مش طالب شروط كتير علشان العميل يبدأ يعمل الشهادة